بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلمات الأخيرة التي نطق بها صلوات الله وسلامه عليه أو بالأحرام هي وصيته سلام الله عليه لشيعته ومواليه ومحبيه هذه الوصية الذهبية نقرأها على أسماعكم حتى نستنير وإياكم ببركات نور الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث ورد في رواية عن زيد الشحام قال لي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اقرأ على من ترى من يطيعني الظاهر أن الإمام يقول هذه الوصية ليست لكل أحد بل فقط أولئك الذين يطيعونني عندما يسمعون كلامي اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام وأوصيكم بتقوى الله الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى أي خشيته والخوف منه والخوف من عقابه تبارك وتعالى وهذه صفة أولى من صفات المؤمنين أنك تجعل الله نصب عينيك في كل فعل في كل حركة وسكنة ثم يقول وأوصيكم بالورع في دينكم أي أن تتجنبوا كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وتمتنعوا الورع والامتناع والاجتناب عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ثم يقول الإمام الصادق سلام الله عليه والاجتهاد لله تبارك وتعالى أن الإنسان يخلص في عمله وتكون كل أعماله لله تبارك وتعالى وأوصيكم بصدق الحديث وأداء الأمانة طبعا أداء الأمانة ليس فقط مبلغ من المال يسلمه شخص لك وترجعه أنت إلى ذلك الشخص لا الأمر أكبر من ذلك الصلاة التي نصليها أمانة لا بد أن نرجعها كما أمرنا الله تبارك وتعالى بها كذلك هذه النفس على سبيل المثال التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذه الأجساد لا بد أن نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى راضية مرضية مطمئنة بقضاء الله وقدر فهي أمانة أودعها الله ولا بد أن نرجع هذه الأمانة إلى الله آمنة مطمئنة كذلك القلب النفس كل نعمة نحن فيها أعزائي العافية من أعظم الأمانات التي أمنها الله سبحانه وتعالى نعمة العافية فهي أمانة لا بد أن نتصرف فيها بما يرضي الله تبارك وتعالى وهكذا فالمعنى أوسع مما يتصوره الإنسان ثم يقول الإمام صلواته الله وسلامه عليه وأوصيكم بطول السجود لله سبحانه وتعالى وكما تعلمون أن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيما إذا كان ساجدا وهذه وصية جميلة من الإمام سلام الله عليه يحاول أن يربطنا صلوات الله وسلامه عليه بالله وكيف يكون الارتباط في الرواية أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى عندما يكون ساجدا وأوصيكم أيضا بحسن الجوار بحسن الجوار فبهذا جاء محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وهذا أمر مهم جدا ليبين الإنسان أنه فعلا موالي لأهل البيت لابد أن يحسن إلى جاره ويتحمل أذية جاره ثم يقول الإمام سلام الله عليه أدوا الأمانة إلى من ائت منكم عليها برا أو فاجرا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بأداء الخيط والمخياط هذا المخياط الأبرى الصغيرة لو أمنتها عندك يجب عليك أن تؤدي الأمانة هذه من صفات الشيعة الموالين كذلك الخيط الخيط وما أرخص الخيط أيضا يجب على الإنسان إذا أمن على خيط إن واستودع هذا الخيط يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة ثم يقول الإمام صلوا عشائركم يعني الإنسان لابد أن يتواصل مع أهل بيته مع عشيرته مع الأقربين من أهل بيته صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم فالظروف الاعتيادية يجب على الإنسان وينبغي للإنسان الشيعي الموالي أن يمتثل لوصية الإمام سلام الله عليه ويجعل من نفسه بذلة لأهل بيته وعشيرته وأرحامه واجهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه هذه النتيجة إذا طبقنا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانته وحسن خلقه مع الناس قيل غاذا جعفري فيسرني ذلك الإمام يفرح من يشوف الشيعي الموالي المخلص قد اتصف بهذه الصفات الرائعة الكمالية الرائعة الإمام الصادق يفرح يقول فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور أنا أفرح من أشوف إنسان مطبق لهذه الوصايا يعني الشيعي قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا أنا أفرح يقول للإمام أنا أفرح بذلك فيسرني ذلك ويدخل علي من السرور ويقولون هذا أدب جعفر هكذا أدب جعفر شيعته الإمام يفرح يفتخر الإمام بالشيعي المطبق لأخلاق الإمام الصادق سلام الله عليه يفتخر الإمام بذلك وهذه صفة جميلة ولكن يضيف الإمام سلام الله عليه وإذا كان على غير ذلك يعني لو هو شيعي ولكنه يدعي ذلك زورا لا يمتثل بأوامر الإمام سلام الله عليه وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر يعني هذا تربية الإمام الصادق هي هاي باعه طبعا هاي من باب الشمات بل يقول أنا الشيعي ولكن تجي إلى أفعاله تلاحظة عقيدة أخرى يعتقد بها للأسف الشديد وفي نسخة أخرى من وصية أخرى للإمام الصادق أيضا قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه يوصي ولده الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن حفظتها تعيش سعيدا وتموت حميدا الإنسان الذي يطبق ويحفظ كلام الإمام سلام الله عليه ويعمل بكلام الإمام يعيش سعيدا ويموت حميدا يا بني من رضى أو من رضي بما قسم له استغنى كل إنسان أعزائي يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى من صحة من مال من جاه من وجاهة الله سبحانه وتعالى كأنما الرضى بما قسم الله يكون من أغنى الأغنياء كل من رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى يكون غنيا وبعد ومن مد عينه إلى ما في يد غيره ما تفقيرا الإنسان الذي يتتبع الناس ولا يرضى بما قسمه الله بل دائما ينظر إلى من هو غيره لاحظوا أعزائي كلام الإمام ومن مد عينه إلى ما في يد غيره ما تفقيرا لأنه لأن فعلا لو كان ابن آدم جبلين من ذهب لطلب ثالثا يعني لا يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى ثم يقول الإمام ومن لم يرضى بما قسمه الله له اتهم الله في قضائه كل إنسان لا يرضى بقضاء الله وقدره فكأنما نسب السواء إلى الله حاشاه تبارك وتعالى اتهم الله في قضائه فلابد أن نرضى بما يأتي من الله كل شيء الصحة العافية المال الجهة كل شيء يأتي من الله الحمد لله على كل حال ثم يقول الإمام سلام الله عليه ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره إلى أن يقول يا بني يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته نعوذ بالله من ذلك الإنسان لا بد أن يتصف بصفات حقيقة لا بد أن يستر على الآخرين لا بد أن يمتنع ويحجب نفسه عن كل ما يسئل الآخرين لاحظوا كلام الإمام عزيزي قال يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته نعوذ بالله من ذلك من باب كما تدين تدان ومن سل سيف البغي يقتل به كل إنسان يرفع السيف يريد أن يشق عصى المسلمين يقتلوا بهذا السيف ومن احتقر أو من احتفر لأخيه بئرا سقط فيها لاحظوا عزيزي كل من احتفر لأخيه بئرا وأراد أن يسقط أخيه في ذلك المأزق أو ذلك تلك الفتنة الله سبحانه وتعالى الإمام يقول سقط في تلك الفتنة واستحق الهلاك ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها ومن داخل السفهاء حقر ومن خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل السوء اتهمه لذلك يا عزيزي لابد للإنسان أن يجنب نفسه مداخل السوء الأماكن التي تكون فيها شبهة على سبيل المثال بعض الأماكن مشبوهة بعض البيوتات مثلا مشبوهة بعض الأماكن يدخلها الشبهة الإنسان لابد أن يجنب نفسه من مداخل السوء فالذي يجنب نفسه مداخل السوء يجتنب عن الاتهام ثم يقول الإمام سلام الله عليه ومن خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل السوء اتهم يا ابني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل إلى آخر وصية الإمام سلام الله هذا مختصر من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لشيعة وهنا يوجد كلام آخر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القليل ذخرا لنا ولكم في يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر